أجرى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله اتصالا هاتفيا اليوم مع دولة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة وأعرب سمو خلال الاتصال عن خالص تعزي إلى حكومة جمهورية باكستان وشعبها الشقيق وأسر الضحايا إثر التفجير الذي استهدف مدينة لهور الباكستانية وأسفر عن عدد من القتل والجرحة وتمنياته بالشفاء العاجل لكل المصابين سائلنا الله عز وجل أن يحفظ جمهورية باكستان وشعبها ويديم عليهم الأمن والأمان من جانبه أعرب دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عن بلغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما أبداه سموه من مشاعر طيبة تعكس عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين البلدين وشعبيهما متمنيا لمملكة البحرين دوام الرفعة والازدهار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر